تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا أكبر مشكلة أعوذ الذين ها فنهجأ أقوله إيش أعوذ والذين خطأ أعوذ تخرج لسانه نعم ولا تقول إيش أعوذ سعي خطأ تمام بعد أن تنتهي من الفاتحة ماذا تصنع آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمام ما شاء الله بعد أن يقول بعد الفاتحة آمين ثم يقرأ آية أو سورة الله أكبر الله أكبر يركع رقوع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تتسبب لا تتسبب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ح الكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجمة نانسي قنقر 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 سبحان ربي العظيم أو كنت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما يقول الآن يشير التحيات لله والصلاوات والطيبات التشاهد ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد إذا كان هذه الصلاة ركعتين مثل الفجر يستعيد بالله من أربع الله من أعوذ بكم عذاب جهنم نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله برأس فقط يسلم نوم disco نوم神 سلام هن بهทั้ง هواไหล وهذا فقط السلام أفضلية وكل شيء كان لغerek عظم vaya الأب charlam وأنا وieza ترجمة نانسي قنقر 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 الى متى يسمح لنا بالسؤال اذا جاء وقت اذان فقط انبهنا التوقف بسم الله يوجد سؤال هل يوجد سؤال يسألني انا نعم هل يصح ان يدعو باللغة التيراندية اذا فقط ان اقوموا بالطم результат يؤال Loud يιο逝ى والione انت ماذاinate انتUp انت ماذا arla يقول ellt انت ماذا انت ب VIP تيلندية مثلا يقول ارجوك ني كمان نحن نمشي خوال الله لك بس عراب لكن هاي بوقوا خوال الله جون هاي رزقي كبشان بين بس عطايا نعم من فرق بين الله أكبر وسبحان ربي عظيم هذا سؤال الفرق كبير الله أكبر هذه تكبيرة إحرام التسبيح وتنزيح الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيد نعم فأنت عندما تسجد تنزيح الله سبحانه وتعالى وَلَا تِكَبِّرَ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ خَبُمْ مِكَمْ عَامَهَا السؤال خَبُمْ مِكَمْ عَامَهَا نعم يكون العبادة الذي أكثر من حده هل تكون بدعة ما فهمت كيف أعطينا مثال خَبُمْ مِكَمْ عَامَهَا يكون قراءة القرآن عند القبر أو قراءة ياسين عند الموت هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا ما نقرأ لا نصنع إلا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيكم اليوم نصلي العيشاء خمس ركعات روحن ونعى 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 روحن ونعى ونعى عيشاء كان هار روحان يا صحيح لماذا؟ ركع خامس نقرأ في أفاتحة ركوع السجود الحمد لله نعمة روحن أعطيها روحان فاتحة رمي ركوع من السجود هو بالنعمة في مشكلة؟ مِي بَنْهَا ها؟ نعم ما المشكلة؟ المشكلة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب نصلي عيشاء ثلاث ركعات ممكن اليوم؟ لا نسيد ولا ننقص روحن ونعى ونعى ما هو الأفضل في حق الميد؟ ما هو الأفضل في حق الميد؟ نتصدق عنه تعمل عمر صالح ولد صالح يدعو له صدقاء أما نشتمع هذا من البدع يشتمع يقرأ القرآن هذا من البدع ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ ما هو الأفضل في حق الميد؟ ما هو الأفضل في حق الميد؟ نظريبو طوي ها صح لا 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 دعوة دواء اذا دعا امام بعد الصلاة لا تتكلم امام الناش ممكن تأخذه واحده تسأله تتناسح معه تتكلم معه بلاتي احسد اذا لابد من الحكمة في الدعوة حان الوقت اقامة بعد كم اقامة بعد اقامة بعد مربع ساعة ممكن ندرس او نتوقف نتوقف اعرف لكن بعد الاذان ممكن ندرس قليل او نتوقف نتوقف تمام اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجودي وكرمي ان يرين الحق حقا وارزغنا اتباعه الباطل لباطل وارزغنا اجتنابه اللهم يا حياة قيوب برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكننا الى انفسنا طرفة عين أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واقنا علىها بالنار اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا شاك الله خيرا وياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاك الله خيرا شاك الله خيرا شاك الله خيرا